تحية طيبة لكم مشاهديها شمال وأهلا بكم في أولى حلقات الأسبوع نبدأها الآن بإلقاء نظرة سريعة على داء مؤشرات الأسواق الإماراتية في اللحظات الأخيرة من جلسة اليوم الأحد نعاول لنرى الخفاضات بداية على مؤشر السوق دبي المالي تصل في هذه اللحظة إلى 16 نقطة المئوية المؤشر يخسر 21 نقطة تقريبا عند مستويات 3491 نقطة بعدما تمكن في الأسبوع الماضي من اختراق مستويات 3500 نقطة من جديد قيم التدولات نراها عند 266 مليون درهم 17 سهم في هذه اللحظات على انخفاض 9 أسهم على ارتفاع وخمسة أسهم على ثبات الأنشط من حيث القيمة في هذه اللحظات وسهم شركة أربتك القابضة ونراها على ارتفاع كان في بعض لحظات الجلسة على ثبات الآن على ارتفاعات تتخطى الواحد في المئة طبعا تفاصيل بعد قليل أمن آف سنقه بدورنا أيضا نظرة سريعة على مؤشر السوق أبو ظبي الذي نراه أيضا على انخفاض يصل في هذه اللحظات إلى 14 نقطة مئوية عند مستويات 4496 نقطة نرا في أبو ظبي انخفاضات قوية على أسهم قطاع الطاقة القطاع يخسر أكثر من 3% في هذه اللحظات وأيضا انخفاضات على القطاع المصرفي والقطاع العقاري أيضا أما الآن وللتعليق على أداء الأسهم الإماراتية خلال جلسة اليوم معنا في الستوديو وليد الخطيب مدير شريك في جلوبل لتداول الأسهم والسندات أهلا وسهلا بك وليد يعني عقب ارتفاعات ربما يعني بسط فيها الكثيرين في آخر جلسات الأسبوع الماضي مسويات 3500 من جديد على المؤشر الآن نعاود لنرى انخفاضات هل كانت متوقعة؟ يعني إلى حد ما أعتقد أنه ما حدث خلال الأسبوع الماضي خاصة في جلسة يوم الخميس لو نهاية الأسبوع كان رادة فعل طبيعية للقرار الفيدرالي في مساء يوم الأربع والذي هو يتعلق في عدم رفع الفاد وبالتالي كان تأثيره إيجابي على أسواقنا في حين لو لاحظنا الجلسة موقع اليوم الخميس كان هناك حالة من الخوف والمراهنة على أنه كان القرار الفيدرالي سلبي وبالتالي سينعكس سلبا على أسواقنا حتى في بعض الأسهم كسرت دعوم مهمة مثل إعمار دبي إسلامي وأربتك كان فيها نوع من الضغط وإن كان أحجم تداول ضعيفة لكن ما حدث يوم الخميس قرار الفيدرالي كان إيجابي بالتالي نعكس بشكل واضح على سوقنا أحجم تداول كان أفضل من المتوسط العام شهدنا ما يقارب 350 مليون بالعادة نشهد إحنا 250 مليون تالي كان له تأثير إيجابي ارتفاع السوق ما يقارب 2% تالي أعطى حالة من الانتعاش وكنا نعتقد أن هذه الحالة المتعاشية موجودة كردة فعل على الخبر الصادر ما حدث اليوم حقيقة هو تزامن مع سببين رئيسيا أولا نخفاض أسعار النفط بشكل واضح خلال نهاية الأسبوع وهو يوم الجمعة بما يقارب 3-3.5% وانتهى تأثير موضوع الفيدرالي على سوخنا خلال جلسة الخميس وبالتالي كان لابد من أن نشهد عملية التراجع وإن كان هذا التراجع ليس بالقوة بشكل قوي بحيث يؤثر سلبا على الماركت بقدر ما هو ردة فعل طبيعية كذلك لانخفاضات النفط خلال يوم الجلسة حتى الآن نرى تقليص نوعا ما الانخفاضات كانت أقوى خلال عمر الجلسة ربما ارتفاع سهم أربتك في هذه اللحظات بساند نوعا ما المؤشر لكن لفتني بحديثك وليد أنه عندما تحدثنا عن الارتفاع ربطنا بعوامل خارجية عندما تحدثنا عن الانخفاض ربطنا بعوامل خارجية ما في عوامل داخلية نتحدث عنها قد تحرك السوق هذه الفترة يعني أعتقد أننا في فترة فراغ معلوماتي ما في أخبار على الشركات النتائج الشركات انتهت قبل تقريبا شهر زمان وبالتالي ما في عنا أخبار حديثا نتكلم عنها هناك شح في الأخبار عن الشركات وعن البشاريع بالعلاقة بالشركات وبالتالي أصبح السوق خاصة في ظل عدم موجود سيولة قوية بالأسواق المحلية وبالتالي يبقى التأثر بالعوامل الخارجية بشكل أكبر شح السيولة بشكل واضح له تأثير سلبي على نفسية المساهمين وبالتالي يكون السوق في نوع من الهشاشة بالتداولات ما يحمي السوق اليوم هو فقط وجود عملية استحواذ على بعض الأسهم اللي في وراها قصص استحواذ بالتالي مثل جي أف أتش وإشراق وشعاع وأمنات هذه الأسهم فيها استحواذات من أطراف من أبوظبي بالتالي فيها نوع من التماسك وهذا اللي يحمي السوق في الفترة حالية لذلك ارتباطنا بالأسواق ارتباطنا بالمعلومات الخارجية والأخبار الخارجية هو نتيجة عدم وجود أخبار داخلية ونتاج الشركات من يقالها فترة وليد سنكمل حديثنا عن الأسواق المحلية بعد قليل أما الآن فسنلقي بدورنا نظرة على إغلاق جلسة اليوم في السوق دبي المالي إغلاق عن انخفاض ب16 نقطة مئوية عند مستويات 3491 نقطة قانتة انخفاضات أقوى من التي نراها عند الإغلاق خلال عمر الجلسة لكن ارتفعت على أسهم كسهم شركة أربتيك القابضة بنقطة و13 نقطة مئوية ربما ساعدت على تماسك المؤشر أكثر أمام هذه الانخفاضات قيم التداولات عند الإغلاق وصلت إلى 759 مليون درهم لا أدري وليد إذا الرقم صحيح يعني فرأت كثير عن قبل قليل 759 مليون درهم عند الإغلاق سنتحدث بعد قليل الأسهم التي نراها أنخفاض 17 سهما 9 أسهم على ارتفاع و5 أسهم على ثبات الآن نرقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا أمامنا الآن على رأس القائم مدار التكافل ارتفاعات تقريبا بـ 3% سهم مجموعة GFH على ارتفاع بواقع 2% سهم أربتيك القابضة الارتفاعات تتخطى الـ 1% وشوع كابيتل على نشاطه على ارتفاع بحوالي الـ 1% أما الأسهم الأكثر تراجعا وعددها 17 سهما غلبة للأسهم المنخفضة اليوم تبريد على انخفاض بـ 3% مار مولز على انخفاض بـ 3% دي باي باركس على اندري زورتس على انخفاض بنقطتين ونصف مئوية أراميكس على انخفاض بحوالي 2% أما الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم فنراها أمامنا سهم شركة أربتيك القابضة لأنشط من حيث القيمة والحجم ارتفاعات عند درهم و52 فلس في الإغلاق سهم مجموعة GFH يليه في هذا النشاط وارتفاعات عند درهم وأربعة فلوس تيركنس كال على نشاط وعلى ثبات عند نصف درهم دي باي بارس أندري زورتس على نشاط وعلى انخفاض عند الإغلاق عند مستويات الدرهم و60 فلس مؤشر سوق أبوظبي بدوره أيضا رأيناه على بعض الانخفاض في جلسة اليوم انخفاضات بـ 14 نقطة مئوية عند الإغلاق نراه عند مستويات الـ 4497 نقطة تحديدا انخفاضات بـ 3.5% على القطاع الطاقة اليوم في أبوظبي انخفاضات بنصف النقطة المئوية على القطاع المصرفي والقطاع العقاري يخسر أيضا نصف النقطة المئوية كلها أثرت بالتالي على أداء المؤشر أما الآن فسنلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا هناك ونرى أمامنا على رأس هذه القائمة الدار العقارية فقط سهم واحد على الاتفاع في نهاية الجلسة بـ 14 نقطة المئوية أما الأسهم الأكثر تراجعا حتى قيمة دولات ضعيفة جدا اليوم في سوق أبوظبي تصل إلى 43 مليون درهم فقط رأس الخيمة للإسمنت الأبيض على رأس قائمة الخاسرين لليوم تراجعات تقريبا بنسبة القصوى تقع على تراجع بوقع 4% تقريبا ودانا غاز على تراجعات بنسبة النسبة عند 56 فلسو الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم على رأس القائمة تهم طاقة على نشاط وعلى انخفاض الشاق العقارية نشاط وانخفاض دانا غاز على نشاط وانخفاض والسهم الوحيد الذي رأيناه على الاتفاع في نهاية الجلسة سهم الدار العقارية عند درهمين و73 فلسو ونراه على نشاط الآن مع بعض الأخبار حيث منح السوق أبوظبي للأوراق المالية ترخيصا لشركة الرامس كابيتل لممارسة نشاط صانع السوق عفوا في خطوة تعدل أولى من نوعها منذ قرار هيئة الأوراق المالية والسلع نقل صلاحية إصدار ترخيص هذه الخدمة إلى الأسواق المالية ليرتفع بذلك عدد صناع السوق إلى شركتين أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تبني المرحلة الأولى من نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم في الأسواق المالية المحلية وقرر مرحة مهلة جديدة لشركات إدارة الاستثمار لتوفيق أوضاعها مع متطلبات ترخيص طبقا للقرار المتعلق بتنظيم بعض الأدوات والخدمات المالية وأليات التداول كشفت دراسة حديثة نشرتها جمعية الإمارات للتأمين ارتفاع إرادات 29 شركة مدرجة بأسواق الإمارات بنسبة 59% خلال الربع الأول من عام 2016 لتصل إلى 271 مليون درهم وأشرت الدراسة إلى أن إجمال أصول شركات التأمين ارتفعت إلى 45 مليار و700 مليون درهم بنهاية مارس 2016 وبنمو تصل نسبته إلى 9% مقارنة مع نهاية 2015 ذكر نظام تداول العملات الأجنبية الصينية أن بكين ستبدأ التداول المباشر لعملتها اليوان مع درهم الإماراتي وريال السعودي اعتبارا من يوم غد تفاصيل أوفا نتبعها في تقرير أمان الزامن في خطوة منها لتعزيز الاستخدام العالمي لعملتها المحلية أعلنت بكين أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأثنين التداول المباشر لليوان مع كلنا من الريال السعودي والدرهم الإماراتي في سوق النقد الأجنبي بين البنوك لترتفع بذلك عدد العملات الأجنبية المسموح بتداولها مباشرة مع اليوان إلى 16 عملة وانقسمت أراء المحللون حول هذه الخطوة فمنهم من وجد أن بدء بكين تطبيق نظام التداول الجديد مع الدول الأكثر استيرادا منها يعبر عن رغبتها القوية في تحرير اليوان من قبضة الدولار الأمريكي وتفادي الدفع مقابل صادراتها بالدولار خلال الفترة القادمة في حين رأى البعض الآخر أن خطوة الصين هذه ستمهد الطريق أمام عملتها التي لا تتداول خارج البلاد لتصبح أكثر تداولا على المستوى العالمي حيث أن عددا كبيرا من دول المنطقة ستدفع باليوان بدلا من الدولار مع الصين ووجد آخرون أن انضمام عملة الصين إلى سلة العملات سيشجع استقرار سعر الصرف وسيبقى الجانب السلبي لليوان محدودا لافتين إلى أن أول خطوة نحو التحرير الجزئي لليوان كلف الصين نحو 280 مليار دولار من رصيدها الأجنبي اختلاف الآراء حول النظام الجديد لا ينكر حقيقة مهمة وهي أن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى أن الدولار في خطر بسبب تراجع القوة الشرائية له الأمر الذي جعل الصين تفكر جديا بتنوية احتياطاتها والتوجه نحو هذه الخطوة طبعا لمناقشة أبرز ما جاء في هذا التقرير والحديث بتفصيل أكثر أيضا عن جلسة اليوم ينضم إلينا من جديد ضيفنا في الستوديو وليد الخطيب مدير شريك في جلوبل لتداول أسهم السندات وليد يعني رأينا فرق كبير في قيم التداولات ما بين دقيقة قبل الإغلاق وعند الإغلاق تصل إلى 759 مليون درهم شو التفسير؟ أعتقد هو ما أحدث أنه في نهاية الجلسة في آخر خمس دقائق عندما بتم مسمى بمرحلة الـ pre-close في الماركت بتم تجميع الأوامر لبيع والشراء واضح أن هناك قفزة قوية بأحجاب تداول بالنسبة لسهم أرابتك صحيح تصل إلى 574 مليون درهم وهذا واضح أنه عملية نقل ملكية استراتيجية من قبل لأنه كمية كبيرة ستكون وبالتالي 500 مليون درهم على أرابتك وبالتالي كمية كبيرة وهذا معناه أنه هناك نقل ملكية من مستثمر استراتيجي لمستثمر آخر أكيد تحت موافقات الهيئة والأسواق المحلية لذلك هو الفرق موجود بالنسبة لتداولات اليوم طيب حركة مثل هيك على سهم أرابتك عند نهاية جلسة اليوم كيف ممكن تأثر على حركة السهم في الجلسات القادمة؟ يعني طبعا مهم لأنه الأفصاح سيتم الآن بعد ما تم التنفيذ وبعد الموافقات وبالتالي من هو البائع من هو المشتري خلفية البيع خلفية الشراء إذا كان مستثمر استراتيجي اليوم فعال في الشركة وخراج سيكون تأثيره سلبي والعكس صحيح إذا كان المشتري استراتيجي وبتالي تأثيره إيجابي على الشركة ممكن يكونه تأثير إيجابي خلال الفترة المقبلة ولكن أرابتك بحد ذاته هو يواجه تحديات وصعوبات خلال الفترات الماضية سواء على مستوى الأرباح والخسائر بالشركة وعلى مستوى الكاشف لوت الدفوقات النقدية والمشاريع الخاسر وبالتالي لو أنه موجود شركة استراتيجي قوي يستطيع حل هذه المشاكل ودعم الشركة من جديد حتى تواصل صعودها ولكن فنيا مستوى الدرامو 50 و55 هي من الصعوبة مكان يكسرها بشكل سهل طيب وليد ننتقل الحديث عن سوق أبوظبي سمعنا أخبار قبل قليل عن منح السوق أبوظبي ترخيص لرامز كابيتل حتى يصير ماركت ميكر أو صانع السوق أول شيء بداية نفسر لنا سريعاً شو بيعمل صانع السوق صانع السوق من إحدى أولوياته أو التزاماته هو توفير السيول على ساهم معين خلال فترة معينة ضمن نطاق معين وكذلك توفر الكميات للبيع والشراء خلال نفس الفترة وهذا يعني يندرج ضمن شروط بتقرها الهيئة بالدرجة الأولى ومن ثم الأسواق المحلية شفنا في الفترة الماضية أنه بنك أبوظبي الوطني حاول قيام بهذا الدور ولكن للأسف بعد مرور أكثر من ثلاث شهور أو ست شهور انسحب رسمياً من موضوع صناعة السوق لأنه واضح أن هناك اختلاف في التشريعات والتنظيمات موضوع توفير السيول على سهم معين أو توفير كميات لابد من أن يكون صانع السوق يمتلك هذه الكميات وتوفير سيول كذلك وجود ما يعادلها من النقط حتى يكون تداول فيه سلاسة هذه الشروط بتطرها الهيئة أو السوق على صانع السوق وبالتالي ليس من البساطة تحقيق هذه الشروط خاصة في ظل سوق ضعيف من أحد السيول يعني بتشوف أنه ما رح يكون له انعكاس على السوق ولا لا هو يضمن عدم وجود تدبذب حاد بالأسواق المحلية خلال فترة معينة على بعض الأسهم القيادية على بعض الأسهم التي فيها ليكوديتي وبالتالي مش بالضرورة هذا الشيء ينجح أبوظبي الوطني بحجمه ما استطاع أن يحقق أهداف الصانع السوق قد يكون الرمز قادر وبالتالي يحاجي إلى حجم أكبر من السيولة لذلك علينا أن نتظر فترة لنرى إذا ما كان قادر على تحقيق أهداف هذا الموضوع طيب وليد بكنسة تبدأ غدا تداول مباشرة لعملتها اليوان مع الدرهام الإماراتي كيف تقرأ خبر مثل هذا؟ يعني أعتقد هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا خاصة أنه انفتاح تجارة العملات بين البلدين وإحنا كحجم مقانطن بالصين يعني يعد شيء بسيط وبالتالي هذا يعطي حرية بتحرك أو سعر صرف العملات مما يؤدي إلى ازدياد التجارة الخارجية المتبادلة بين البلدين وكذلك مع ملكة العربية السعودية وأعتقد أنه هذا يعني منشوف تأثير رح يكون بشكل واضح وكبير على موضوع الصادرات والواردات من بين البلدين بالإضافة لأنه وجود سلة عملات بالنسبة للإيوان ووجود الدرهام الإماراتي قد يدعمه بالعكس صحيح سيكونه تأثير على الدرهام الإماراتي على المدى المتوسط والطويل نعم وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال لتداول أسهم والسندات يعطيك ألف أحيان شكرا